أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة ترهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به لا يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لرتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوذوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا ظالمون وقالوا لولا أرزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عدى الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أرزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمته وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم سهيدا يعلو ما في السماوات والأرض والذين آمروا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغطة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر الآمنين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي مغدابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السبيع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وزخر الشمس والقامر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل دائبا فاحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعطلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ونعبا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أن أجعلنا حرما آمنين حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنيمة الله يكفرون ومن أغلم من افترى عن الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهديا لهم سبلنا وإن الله لبع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويوم المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهم إلا بالحق واجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينعزروا كيف كان آقبة الذين من قبلهم كانوا وشد منهم قوة وثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عبروها وجاتهم وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها استعزئون الله يبدو الخلق ثم يعيدهم ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجربون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأم صالحات فهم في روضة يحبرون وأم الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محذرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من مطراب ثم إذا وثم شر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف والسنتكم والوانكم إن في ذلك الآيات للعالمين ومن آياته منابكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء بأن فوحيين فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهول عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ظلم لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يا دي من أغل الله وما لهم من ناصرين فاقم وجهك للدين حنيف والتي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوا واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حسبهم بما لديهم فرحون وإذا مس الناس زرنا دعوا ربهم نليبين إليه ثم إذا ذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة يفرحوا بها وإذا تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة ما تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يبيتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فاقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يرهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا صالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشراتهم وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجربوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فأترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسل فرأوهم اسفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ظلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من زعف ثم جعل من بعد زعف وقوة ثم جعل من بعد قوة زعفا وشيبا يخلوق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوطوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومي لله أنفع الذين ظلموا معذيرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فأصبر إن وعد الله حقه ولا يستقف أنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون زل آخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ضبهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علمه ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب نهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذني وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها ورقا في الأرض وعسي أن أتميد بكم وبث فيها من كل دابة وأن أزلنا من السمائب أن فأمبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين بدونه بل الظالمون في ظلال مبين ولقد أتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لبني وهو يعزه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهني وفصاله في عميب أن يشكر لي في عميب أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا توتعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم لما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم إثقال حبة من خردل فتكن في سخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني يا قم صلاة وأمر بالمعروف بالمعروف وانهى المنكر واصبر على ما يصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله حب كل مختار فخور وقصد في مشيك واغضل من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مرير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزى الله قالوا بل اتبعوا ما وجدنا عليه أعباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقان وإلى الله عقبة الأمور ومن كفر فلا يحظو ككفره إلينا مرجعهم فننبيوهم بما يعملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نلترهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغلي الحبيب ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده أقلام والبحر يمده من بعده سبعة بحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجر مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من بدونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلق تجري في البحر بنيمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك الآيات لكل صباء وشكور وإذا غشيهم مول كالظل لدعوا الله كالظل لدعوا الله مخلصين له الدين فلما لجاهم من البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا عبكم واخشوا يوما لا يجزي وارد أو ولده ولا مولود هو جاز عن وارده شيئا إن وعد الله حق فلا تغررنكم الحياة الدنيا ولا يغررنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تبوت إن الله عزيز بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتناظر قوما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استباع العرش ما لكم من دونه من وليه ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة عزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من يسلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه ثم سواه ونفخ فيه من روحه واجعل لكم السماء والأبصار والأفئلة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ولنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كاثرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يؤكد بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ماكسوا رؤوسهم إذ ربهم فربنا أبصرنا وسمعنا فرجع لنا من صالحا إنا موقدون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حلوا مني لأملأن جاء النام من الجنة والناس يجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إذ ما نسيناكم وذوقوا عذا والخلق وكنتم تعملون إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وصبحوا بحمد ربهم هم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم علم الزاد يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم يرفقون فلا تعلم نفسهم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا نستوون أما الذين آمنوا وعملوا صالحات فلهم جنات المأوى نزلا مما كانوا يعملون أما الذين فسقوا فمأواهم والنار كل ما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أغروا منا مذكر بآيات ربي ثم أعرز عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد أتينا منسى الكذاب فلا تكذنا في مرية من نقائه وجعلناه ذل بني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صدروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدنهم كم أهلك من قبل يدمن القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآيات أفلا يسمعون أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا وتأكل منه أن أعمهم ونفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا يغفع الذين كفاروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تبعي الكافرين والمنافطين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منه الأماتكم وما جعل أدعياءكم أبناكم ذلكم قولكم يفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقصدهم ذو الله فإن لم تعلموا آباءهم في إخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأ طبه ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أرفسهم وازواجه أمهاتهم وأولو الأرحال ببعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا من أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم منه من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل صادقين عن صدقهم وأعد الكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا ذكرون يمت الله عليكم إذ جاتكم جنود فرسلنا عليهم ريحا وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجرة وظنون وبلغت القلوب الحناجرة وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزنزلوا سنسانا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا آل يثريب يا آل يثريب لا مقابلكم فارجعوا واستأذنوا فريقا منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورا وما هي بعورا إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لا توها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لي أن وفعتم الفرار إن عفرتم من الموت والقتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل ماذا الذي يعصيمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المؤوطين منكم والقائلين لإقوانهم هلقم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة ما عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي غشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله آمانهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدقت الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما أعلم الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينعلوا خيرا وكفر الله المؤمنين القتال وكان الله قبيا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياصيم وقدف في قلوبهم الرعب فريقا وتقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأبوالهم وأرضا لم تطوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي لومت يكن أو سرحكن صراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله واتار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يزعف لا العذاب زرفين وكان ذلك على الله يسيرا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر